لجان تحقيقية من وزارة الصحة زارت المحافظة ورفعت مجموعة من التوصيات على إثرها اتخذت وزيرة الصحة قرارا بإعفاء معاون المدير العام ومدراء الأقسام الإدارية والتفتيش والهندسية والحسابات من مناصبهم في دائرة الصحة وبعد قيام مدير هذه الدائرة بتنفيذ القرار قام محافظ الديوانية بمعاقبته وسحب يده من المنصب وإعادة المقالين إلى مناصبهم تم سحب يد المدير العام وتكليف أحد الأخوان أو الزملاء اللي هي معالي الوزيرة عافيتهم من وظيفتهم بأن يقومون بإدارة الدائرة أنا الآن أمتثل إلى تطبيق قرار سحب اليد اللي أنا أعتقد أشك في قانونية هذا الأمر محافظ الديوانية أكد أن وزارة الصحة تجاوزت الصلاحيات الإدارية وحاولت أن تمارس سياسة الإجبار وأن القرارات التي صدرت تهدف للحفاظ على هيبة الحكومة المحلية اللي حصل هو تجاوز الصلاحيات وتجاوز صلاحيات مجلس محافظة والمحافظ علما بأن الصلاحيات برمتها منقولة وبالتالي إحنا ملزمين باتخاذ خطوات لحفظ هيبة القانون بالمحافظة واتهم أعضاء في مجلس النواب حكومة الديوانية بتوفير الغطاء والحصانة للفاسدين وسراق المال العام وهي بهذا التصرف أثبتت معيار الاختيار يعتمد على الصفة الحزبية وليست الكفاءة وجاء رد المحافظ بأن هذه الاتهامات عارية عن الصحة الحكومة المحلية عازمة بحماية كل فاسد ومقصر في هذه المحافظة وأوصل رسالة مفاتها بأن المعيار الحقيقي للمدراء والمسؤولين في هذه المحافظة هو الولاء للحزب الحاكم والله بعيد عن الواقع لأن النائب ما لا تصار بالمحافظة ويعني ما سمعنا بأنه طالب بشيء للمحافظة منذ أن تولى هذا المنصب إلى الآن بالعكس ويكيل التهمات للحكومة المحلية ويرى خبراء القانون أن ما جرى يعكس جهل الحكومتين المركزية والمحلية بصلاحياتهما وأن الموضوع ليس بعيدا عن دائرة المصالح الحزبية مع اقتراب موعد الانتخابات حسب وصفهم في الوقت الحاضر الكل وإن كانت في وزارات أو كانت في محافظات هي تدار من قبل أحزاب وبالتالي تبحث عن جمهورها تبحث عن مستقبل الانتخابات وما ستحصل اليوم علينا أن نكون واقعيين منظومة قوانين الخدمة المدنية تجاه الموظفين بالوقت الحاضر بدأت لا تلبي الطموح أوامر إدارية متقاطعة بين الحكومتين المركزية والمحلية واتهامات متبادلة بالفساد والمحسوبية ملفات ساخنة بانتظار تدخل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة من الديوانية ميثم الشباني الحرة ترجمة نانسي قنقر